من مدينة آور التاريخية جنوبية العراق دعا بابا الفاتيغان فرانسيس إلى العمل من أجل إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وبذل الجهود لتسود قيم المحبة والسلام البابا فرانسيس أكد على ضرورة تحمل العالم لمسؤولياته وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل وضع حد للمعاناة التي يعيشها السوريون منذ نحو عشر سنوات والتي رحى ضحايتها مئات آلاف المدنيين ناهيك عن الانهيار الكبير بالبنية التحتية للبلاد وفيما يتعلق بالصراعات في المنطقة شدد البابا على أن السلام يتطلب تغليب قيم الأخوة والتسامح على الربح والخسارة داعيا أبناء المنطقة للوحدة والتكاتف ونبذي خلافات الماضي بابا الفاتيجان نوها في خطبته إلى أن التنظيمات الإرهابية اتخذت من الدين غطاء لتمرير مشاريعها ومخططاتها الإرهابية مشيرا إلى أن جميع الأديان تدعو إلى السلام والمحبة وإنهاء العنف والصراعات ودع البابا في نهاية حديثه إلى احترام حرية الضمير والحرية الدينية والحقوق الثقافية لكل أبناء المنطقة لافتا إلى أن الاختلاف يعتبر حالة صحية لافتا إلى أن الوصول الملاحظة السلام والحرية مجلودة حالية الدينية والحرية المحيمة